اشتركوا في القناة وصلنا للأرض اللي حبها قلبكم والجو الجميل الممتع نزلنا من السيارات وكذا انتشرنا في البر قطيع من الغزلان وقطيع من الحمير المهم امو حدثتكم او خلينا نقول صاحبة القصة لابسة فستان ومستشور الشعر اللي يوصل لين ركبتي من طوله والجسم اللي احكي لكم خيزرانة المهم نزلنا عفوشنا وصوينا الخيمة حقتنا فلينا امها وانبسطنا يومين ولما نجينا خلاص نبغى نرجع بيوتنا تقريبا على العصرية وقتها كنت واصلة معايا ابغى دورة المياه واشوف العيلة قاعدة تجمع غراضها وانا قلت مستحيل مستحيل اقدر اتحمل لين البيت قلت خلاص بروح بعيد عنهم واخلص غراضي وبعدين ارجع ما رح اقول لحد طبعا انا ما قلت لحد عشان ما احد يطالع فيني شفيكم عيب يا جماعة المهم روح دورتلي موقع كويس خلصت كل حاجة ويوم جيت ابغى ارجع اللي المصيب اللي فوق راسي ما لقيت احد ما شو خلوني وقتها قاعدت ابكي الهرجع كمان مو هنا يا جماعة الهرجع ان عبايتي كانت ع الفرشة ظهر انهم قا شو دخلها السيارة يعني لا عبايا ولا واحدة لاثنتين ولا جوال ولا شيء ولا شيء ربي كما خلقتني قلت ما لي اللي امشي جنب الطريق العام يمكن الاقي سيارة او احد ينقذني من اللي انا فيه ولازم استعجل لنا خلاص الشمس بتغيب طبعا امشي امشي وذبحني البرد خلاص وقتها استسلمت تربعت مكاني خلاص ما فيه اي حل شوية الا المح جمال وكأني شفت فيه شبه نار لا تنسون تشتركم فيه قناتي على اليوتيوب رون وحسابي في التك توك رون underscore 9090 نكمل قلت بس جاء الفرج واقوم واركض ركض وتخبيت ورا الخيمة ابغى اشوف من فيها قبل ما ادخلها وادرعم وقمت اشوف كذا من فتحات الخيمة ابغى اشوف فيه حريم ما في حريم يربي اطالع والله الخيمة فاضية ما فيها ابن امه اليوم انا كذا قاعدة اتلفت الا بندقية كذا من عند راسي ويقول انس ولا جن والله ما لومه يا جماعة لا عبايا ولا واحدة ولا ثنتين ورا الخيمة ووقتها جلست اتنافط قلت والله ما ادري من الجن انا ولا انت قلت لا لا انس انس وخر وخر شي هذا من عند راسي وخره قال قومي 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 قدامي قومي وقوم ارفع راسي اطالع فيه والله يا جماعة واحد مز شو بتكن احكي لا احكي طول وعرض ووجه جميل وجسم رياضي بحت قلت له انت ادمي خقيت خقيت قال يوه انت مين انت وجابك هنا وفين اهلك وراجع ذكرني باللي انا فيه جلست ابكي حالتي حالة قلت له تكفي اخويا ساعدني قال بشير بشير خاص ادخلي الخيمة وعليك الامان دخلت وعطاني الفروة تبعه عشان اتغطى فيها جاب لي اكل وجلست علمت السالفة كلها قال شوفي الحمام دينا ندور اهلك اذا اصبحنا رحنا وتراني حالف ما اتركك الا انت في حضن ابوك وجاب لي بطانية ومخدة وقال نامي عليك الامان وانا بنام برا الخيمة ويوم طلع قمت انا اضبطت فراشي وحطيت تحته بمركة ومخدة كذا وغطيتهم بالبطانية على اساس انها انا وانا رحت خبيت ورا زولية موجودة في الخيمة وقمت اراقب خايفة على نفسها الحورية خايفة كنت مرة خايفة طبعا ما يمديني نام خايفة ما فيني نوم او بالاصح النوم طار من عيوني لكن بعد وقت والله ما قدرت نمت مكاني وصحيت على صوت اذان الا ما شاء الله هو جالس يأذن وصوته كان جميل قمت نقست من مكاني واصبط فراشي وارتبه وارجع للزاوية حقتي واجلس فيها هو جاء كان يبغي صحيني عشان اصلي الفجر لقال اني صاحية قال قومي صلي ويدعي ربك عشان ربي يفرجها عليك جاب لي موية وضيت وخلصت وبدأ جاب لي اكل خلصنا واركبنا سيارته قال اركبي قدام عشان اذا شفت سيارة اهلك تقولي لي عنها اكيد انهم فقدوك ويرجعون يدورونك وانا اركب فروة وعمامتي اللي شوفني يقول دي جاية تهريب ومسكنا الخط بالسيارة وجاسين نمشي وكل شوية يقول لي ادعي ادعي ان شاء الله بتلقينهم وقمت ادعي وبيني بينكم ما كنت ادعي بس اني يلقى اهلي كنت ادعي ان الملاكي اللي جنبي يكون من نصيبي وصلنا النقطة التفتيش وقف السيارة على جنب ونزل يكلم الشرطة تجمى حول اربع جال وقالوا خلاص نزلها هنا ونحنا اللي بنوصلها لاهلها وانت مشكور وتوكل على الله قال ابد ما اتركها الا هي في حضن اهلها وهي بتركب معي في السيارة وما بتنزل من سيارتي تبغون تساعدوني وتبلغون اهلها اهلا وسهلا ولا خلوني انا بتصرف وانا اتسمع وكذا عيوني دموع حسد كذا الموقف فيه يعني المهم المهم هو اركب السيارة ومشت قدامنا سيارة الشرطة ومشينا لين وصلنا اقرب مركز شرطه وبلغوا طبعا جاء قال لي خلاص ابوكي في الطريق ووصلتي بالسلامة طبعا عيوني امتل الدموع مو عشان يبقى بالاهلي لا عشان بفارق الوجه الملائكي ولتله مشكور وجميلك هذا ما رح انساه ابدا اول ما جاء ابويا تعلقت فيه جلست احضن وجالسة ابكي وابويا يهمس في اذني من هذا الرجال قوليلي سوالك شيء قلت ابد والله ما لمسني وفعلا ما لمسني الرجال الشهن ما شاء الله راح لابويا وتشكر منه وحلف الا يتعش عندنا وفعلا جاء معانا وقلبي يدق طبعا ذبح لابويا ونادع مامي وخوالي وانا رح تكت مع امي وقلبي متعلق في الرجال وامي تسألني اش صار فيك وين كنت احد اذاك وانا مو حول امي جاسة ابكي طبعا تحسبني امي ابكي من الفرحة عشاني رجعت ما تدريني عشان بفارك وبعد العشاء قال ابوي للرجال المزيون قال اسمع وانا عمك انت حاففت على بنتي وكأنها اختك وما غدرت فيها وقدام كل اللي في المجلس ترى بنتي لك من غير لا مهار ولا زواج اذا كنت ابغاها طبعا قال المزيون تسلم يا عم اتشرف فيكو في بنتك وانا قوم انقذ واصرخ وحضن اخواتي وامي لما انعلمني اخويا وما تقول ايش بك من تنهبلت انتي انا اقول لي امي والله ما شفت المزيون اللي شفته انا بعدها باسبوع ملكنا واحتفلنا ويوم جلست معاه قال لي ترى من يوم ما شفتك فهذهك الليلة وانا ناوي اخطبك واللزين هذا وين بلقي مثله وانا استحي وعيوني تقلب قلوب شوية اللي جيني هذاك الكف اللي خلاني اصحى ايو 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 اخواني واخواتي كل دا حلم ما في ولا شي حقيقي واللي صفقني اخوي الصغير كان يبغاني اطلع له اقلامه من فوق الدولاب الله لي عيدة طيب والحلم والعرس والرجال انا صاحي من الحلم ووجهي اصفر قمت من سريري وصكيت اخوي الصغير كف خليتها ينسى ام الاقلام واقوم اروح لمرايتي ابغى اشوف الشعر اللي لين الركبة لقيته حتى ما وصل نص ظهري والجسم اللي كنا عود خزران طبعا لا حكيكم كيستراب طلع في النهاية تفلت على المراية ورحت المطبخ لعن تبليس فكت الثلاجة لقيت علبة نوتيلا قمت اكل فيها وبعدا ذكرت اني مساوية دايت وندمت ورجعت اخذت دونات بلا رجيم بلا كلام فاضي دوبي طالعة من صد معاطفية وهذه سالفتي انتهت القصة الرأي الشخصي وانا قاعدة اقرأ القصة قاعدة اقول يا ربي اش تحس ان في شي غلط اش الكلام الفاضي هذا بس يوم عرفت ان حلم جلست اضحك صراحة نسكينة يا عمري تحزن تحزن بس حبيت القصة جنن اول مرة نزل قصة في قناتي كذا يطلع كل شي حلم في النهاية وبس الهناك وصلنا نهاية فيديو اليوم اذا اعجبكم المقطع لا تنسوا ان تضغطونا على زر لايك وتشتركوه في القناة موقع التواصل حقتي تحت في الديسكروبشن كم معكم رون سلام اشتركوه في القناة